مدام ايمان يا صندم مساء الخير مساء النور اتفضع لي ازاي حضرتك يا مدام لمياه الحمد لله بخير اهلا بيك انا بحب حضرتك جدا وبحب البرنامج ربنا يخليك يا حبيبتي نورسين والدكتورة سمر انا بموت فيها الله يبارك لك ربنا يديها الصحة يا رب اتفضع لي انا كان عندي باخد مصبتات مناعة يا دكتورة مصبتات مناعة؟ اه باخد مصبتات مناعة ليه؟ حوالي سنة ونص او سنتين ليه؟ اه في عندي اللي هو تحلل العضلات ممكنتش بقدر اقف وماكنتش بقدر ارفع ايدي فالحقيقة روحت الدكتور شخصني ان انا عندي يعني الجهاز المناعة عندي بيهاجم العضلات مم فاداني مكويل العضلات واداني مصبت للمناعة وماشي الحقيقة الحمد لله جاب نتيجة احسن اسمها ايه الادوية؟ اه اقول لحضرتك على الاسماء اه مستينون 60 ميلي جرام واموران 50 تقريبا ميلي حبيبتي معلش اسأل سؤال اتفضل انتي عندك تحلل العضلات ولا عندك الانزيم بتاع العضلة مش بيوصل كويس؟ انا ما عملتش تحليل يا دكتور طب ازبوري بقى معايا كده عشان انتي كده دخلت دخلتي في هو الدكتور ربنا يكرمه يا ربه وصح طبعا اللي عمل ومسك العصاية من النص اه اداك الدواء بتاع ده والدواء بتاع ده اه طيب واحدة واحدة كده حبيبتي ولا عملت رسم عضلات؟ لا عملت رسم عضلات طلع ايه؟ طلع كويس نفوش حاجة رسم العضلات؟ اه طيب حاجة تانية اول ما اكتشفت المرض اه اه الدراعات من هنا لهنا مش قادرة ترفعيها لفوق؟ اه بص يا دكتورة كان الفك بتاعي الايه؟ هقول لحضرتك على الاعراض بالزبط اتفضلي اه اولا ما كنتش بقدر ارفع ايدي مثلا اخسل شعري ايه؟ ما بقدرش ادخل حمام لوحدي ايه؟ ما بقدرش اه اقف على رجلية اه يعني كانوا بيشلوني كده يسندوني لحد الحمام اسمرتي؟ اه بسيط طيب حوالين يعنيك يحول كده زي لون موف شوية؟ اه حوالين يعنيها مسمر شوية يعني طيب حبيبتي حاجة تانية اسألك عليها فضل حسيت ان شكل جسمك تغير؟ اه شوية طيب خسيتي في الوزن؟ خسيت من فوق قوي خسيت من فوق قوي وكن ايه دكتورة مطي صوت التلفزيون يا مدام ايمانو اسمعينا من التلفون حبيبتي معلش هسألك برضو سؤال تاني خسيتي ساعتها؟ اه خسيت كم تيلو؟ انا كنت مثلا حوالي اه انا كنت مثلا حوالي اه اه فوق التسعين اه او كنت يمكن وصلت المية وبعدين نزلت الستة وتمانية من مية؟ وبعدين رجعت ادخنت تانية ورجعت ادخنت تانية بتاخدي دلوقتي المستينون ستين؟ كم مرة؟ باخده مرتين في اليوم والاموران مرتين في اليوم وبتاخدي حاجة تاني؟ باخد معهم فوليك أسد ايه تاني؟ اه بس وفايتامينز تقدري تاخدي حوءا ولا الحوءا بتتعبك؟ انا عايز اجيل حضرتك العيادة لا رجي واسا حعود من عناية اه اولي بس انا اكلمت العيادة على فكرة لا بتاخدي انا هتزيك مع عبد الوقت بتقدري تاخدي حوءا يا مدام ايمان؟ انا اخدت يعني اصل كنت تعباني دكتور قعدت 13 سنة تعبانة وما فيش حد عارف يشخصني صح؟ تي عندك كم سنة؟ ان الدكتور اللي انا رحطيه والله يبركله يعني اتحسنت على العلاج بتاعه بس مش عارفها افضل اخده لحد امتى حبابتي اعمليلي اعمليلي تحليل اسمه سي كي توتل اه سي كي سي كي توتل سي سي اه سي سي كي توتل اه واعمليلي ال دي اتش معلش يا دكتور ال ال دي اتش ال دي اتش وهتعمليلي سي ار بي سي ار بي 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 بانسل بانسل و سي ار بي وهتعمليلي اسر اي اي اس ار اي اي سرعة ترسيب سرعة ترسيب اه سرعة ترسيب ايوة هتعمليلي دول يا حبابتي وربنا ادانا وامر باذن الله السبت اللي جايدة تكوني عندي السبت اللي جايد تكوني تلعت يا حبابتي الساعة كم يا دكتور تعالي على خمسة طيب من فضلك يا دكتور معلش التحليل الاول بس من الحقيقة تشكتبه ده ده الاساسي اه سي سي اه ك ك توتل توتل اه اه طيب تشكرك جدا لدكتور طبعينة مدام ايمان اسماي رأي الدكتور ولينا بقى ايه الحالة اه ده احنا عملناه مرة في حلقتين انا وانتي اي وعارفة ان انتي بتحبش تتكلمي فيه اه اه في واحدة عزيزة علي قوي قوي ربنا بتلاها بالمرض ده اه تحلل العضلات اه الجين بتاع الجسمنا اه بيهاجم العضلات بمعنى ان هو مش متعرف ان دي عضلات جسمه ففاكرها حاجة غريبة فبيبتدي يحللها اه اه المرض اه خلال ده بيحصل من ايه اه ده جين بيحصل دايما يعني هقول لك مثال مثلا ممكن حمضية الدم بتاع موضوع النهارده يؤدي الى مرض منيعي يعني يؤدي الى مرض منيعي يعني بيزيد فرصة تحول الجين من متنحي الى سائد فياكل في الجسم اه الحالة النفسية الاكل الغلط الاكل الحمضيات كتير بتعمل ان الجين بنكون مولودين به و潜на مش عارفين فبيحصل انه بيعمل العضلات بيأكل العضلات اللي سنة معين مالوش اي سنة معين ممكن يجي لحد صوحي ممكن يجي لأي حد اه بيحصل انه هو ممكن الواحد مثلا بتلاقي له قاله قلطة في القلب مش عارف من إيه سببها ما هو القلب عضلة بنخاف على القلب بنخاف على العين لأن العين من جوا في عضلة فدايما نقول لهم ما تبصوش في نور جامد ما تبصوش في الشمس لأنها عضلة فممكن ده يحصل له ممكن يضرب أي حاجة ويبتدي المريض يتعالج على أساس أنه هو تعبان مرهق يبتدي بقى شوية بشوية شوية بشوية معرفش يرفع كتفه الفوق لأن المرض دوت ما يضربش من هنا لهنا يضرب من عند الكتف الغاية هنا فالمريض يقول لك ما بعرفش أصرح شعري ما عرفش أعرف على إيدي يبتدي يضرب اللي هو عضلة الفخد فما تقدرش تطلع السلم ما تقدرش تقوم من الأرض تحسك ببادلين جيت وتقوم بتعمل كده بشكل جسمها بيتغير ليه لأنه هو بيدرب العضلات كلها الغاية هنا كل ده الغاية من تحت الرجب يسيبها ومن هنا يسيبها لكن كل العضلات بتضرب كله حتى بنخاف بعض الناس عقاوية من الرقبة لأن عضلة الرقبة لو اتضربت يبقى أنت لازم تعملي إيه تلبسي كولا لأن أنا ما قدرش أسيب العضمة دي ممكن بعد الشر تتحصلها أي حاجة فبيبقى دايما متوجسين خلي بالكو بمعنى المرض ده ممكن يجيب صورتين يقيم يجي تحلل العضلات بس يقيم يجي تحلل العضلات وجلد اللي هو الدرماتو مايوسايتس أو المايوسايتس الدرماتو يعني تحلل يعني الجلد ملتهب بمعنى أنه هو ليها ببعض الحاجات اللي تؤدي لي سمار حاولين كده بفي حتة موف بتلاقي في الإيد هنا ساعات حاجات بتظهر هنا هو كل حالة الجلدية بقى فبتبقى عارفة زي ألام يعني بس بفضل الله ربنا بيكرم بفضل الله والله العظيم بيخفه زي الفل شكرا شكرا شكرا